كلوب إكس برس ستودرجين على إكس برس إفم، موصلين معاكم حتى السبع متاع الأشياء شوي قول إليه دي، أهلا أهلا بيك بشير عاصلي، مرحبه مرحبه، مرحبه، قول إليك ليلة نعم لها، نبعد في الدبوزة أهلا بيك بو سيلمي، دونك معنا كل عادة في فقرة بانكترور دنفو، مهوش واحده، مع هريم الحاسنوي، مرحبه يا ريم مو بيك بشير، مرحبه، هريم جدا مرحبه، هريم جدا 24 دنفو برسي خاطر مجلس ويزاري اليوم، وثمانية دقائق لرئيس الجمهورية، وما خلطهم كان بسي ديو سي تكبير، بش نحكيه على قيس سعيد اليوم أشرف على مجلس ويزاري يقول فيه إنه تم إطلاق سراح إرهابي بعد القبض عليه، كيف حكي سعيد على المرسوم اللي أصدروا البرح لإلغاء من نحو امتيازات المجلس الأعلى للقضاء كيف حصل إرهابي؟ يتم الإطلاق سراح بعد أن قامت قوات الأمن بالقبض عليه، وإحالته على نيابه، وحينما يحال على التحقيق يقال إن القضاء حر، نعم القضاء حر، ونعمل على أن يكون حرا، ولكن القضاء ليس الدولة أو حكومة، القضاء هو قضاء الدولة، وعليه أن يطبق القانون، والسلطة الترتيبية، التي منح القانون للمجلس الأعلى للقضاء، ليست لتحديد الأمتيازات، يوم أمس تم إصدار مرسوما يحذف كل هذه الأمتيازات، كيف يمنح الشخص لنفسه راتبا أو منحة؟ ما معنى 2350 دينار، 400 لتر من الوقود إلى آخر ذلك، وما معنى أن تتم متابعة عددا من الذين رفعت عنهم الحصانة؟ كل هذا لا يجب أن يتواصل، وليتحمل كل واحد منه مسؤوليته كيف كيف قيس سعيد حكا أنه يتم في كثير من الأحيان تبرئة بعض الأشخاص، وعند الوثائق التي تثبت تورط الأشخاص هذن؟ يتم في كثير من الأحيان تبرئة بعض الأشخاص، ولدي الوثائق التي تدل على تورطهم، ومع ذلك يبقون بحالة صراحة أو أن القضية تبقى جارية لمدة أكثر من عقل، من 2011، من 2012، 2013، ومن تأخيرا إلى تأخير، ومن جلسة إلى أخرى، ويتم بصفة مباسعة التنكيل بأموال الشعب كما كنت تسمع في رئيس الجمهورية، قصت لنا دوز إكستخي في علاقة بالمجلس الوزيري، مرة أخرى رئيس الجمهورية يأكد أنه لا نية لتركيع القضاء والتدخل فيه، وذلك لا يجب أن يترك الشعب التونسي في علاقة أنه لا تتجر بالحقوق على الشعب التونسي هو في سلسلة النقاشات وإلا سلسلة الضجة هذه كل مرة تصير على القضاء، هذه ظهر لحلقة جديدة اليوم، رئيس الجمهورية يحكي على القضاء، اللي يعتبره على الأقل هو يعتبره ما هوش قضاء حكومي ولا قضاء كسلطة، يعتبره مرفق، يعتبر أنه يأكد في كلامه على أنه القضاء اليوم مقصر، نوعاً ما جزء من القضاء، عنده تقصير في جانب منه، وما أنه نحكيه على أنه إطلاق صراح إرهابي، ووصفنا رئيس الجمهورية العملية بدق، يعني نحكيه على أنه قوات الأمن القاتل قبض على إرهابي، وتم إطلاق صراحه، هذه في أنك لاندوي، وليس مواصل اليوم، ولا فهمه جانب إشكالي، أنت شفت التصريحات تعسي بوزاخر اللي يحكي على أنه ربما يتمنى أنه ما يكونش فهمه نوع من الضغط عن طريق القرارات من نوع هذائي على القضاء، ولكن الواضح اليوم أنه رئاسة الجمهورية عندها رؤية للقضاء في ظل القطيعة اللي كانت موجودة مع المنظومة، وراه مهم ياسر لكلام هذائي على خاطر فيه وعليه، فيه برشا كلام، رئيس الجمهورية يعتبر أنه اليوم بين سلطة التنفيذية وسلطة القضائية؟ لا، هو تخنى فيها عنا برشا. الريت المكويطة؟ اليوم كيف نحكيه على ربما السؤال يطرح ما هي الخطوة القادمة، إذا كان رئيس الجمهورية بالمرسوم هذائي نحي امتيازات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، توتوناس عشوالي من جهة أخرى كيف تسنع مادام روضا غرافي تحكي على أنه ربما الامتيازات هذه موجودة في العالم الكل للقضاء. عندي هائية الكل، معنى مش كان على المجلس على القضاء. لا، وفمّا، من نقطة أخرى اللي هي السلطة القضائية، جنرال ما، وقت اللي صار غرافي متاع القضاء كانت تذكره على مسألة على المسألة متاع الإسالير والإشكالية المادية اللي عند القضاء كانت على خطر سلطة جزء ما، بش ما يكون القاضي محسن من الإغراءات، يجب ما يكون عنده أنسالير، اللي محترم بش يكون هو على الأقل ضامن مكانته كسلطة. اليوم كيف نسمعو، تصريحات من النوع هذائي، مانيش شو نقول لي، يبدأ فمّا صراع ما بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية، نقول لي، اليوم ما الصراع وصله للمراحل متقدمة، خليني، الصراع هو الصراع، ما عاش أمبراد فان، فمّا الصراع، ما بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية، تخلّش ذي معناه؟ لا، لا، هو الإشكال، ما زنّا ما نعرفوش إلى حد الآن، بخلاف الملفات اللي يملكها رئيس الجمهورية هذه، نحن ما نعرفوهاش إلى من ستقدم إلى حد الآن، الخطر، الكلام اللي يقول فيه رئيس الجمهورية ذي، كلام اختير برشا، أنه يكون مرة أخرى ديما نحكيها النقطة هذه، الخوض في هكذا مسائل، هل هذا بش يعاون اليوم؟ أنه يخوضه في نقاشات على القضاء، ونحكيه على مسألة أمن قومي، فيما يتعلق بإرهابي، تم إطلاق صراحه، قول لك الرشاص أخرين، أنه طرح موضوع بالخطورة هذه من طرف رئاسة الجمهورية في ظرف مشحون نحن نعيش فيه اليوم، هذا ما نجم كان يقلب الرأي العام على القضاء، مرة أخرى، بالحق اليوم يجب أن يكون فهم خطاب عقلاني من طرف رئاسة الجمهورية، فيما يتعلق بالقضاء، خاطر مسألة حساسة جداً اللي هنا نحكيه على السلطة، هي الضامنة لدولة القانون والمؤسسات. ياتيك صحة ذيه، قعدوا معنا على إكسبرس أفهم، بش نرجعو نحكيه طبعاً على الموضوع هذا، موضوع القضاء، أكيد كسواليوم، وإلا في حلقاتنا القادمة من كلوب إكسبرس أما توتسويت فهم الجديد، في علاقة بكأس أفريقيا ومباراة الكود إيفوار والمنتخب الجزائري. والهدف! موسيقى 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 والأفريق طبعاً ومباراة الزير والكوديفور نرجع للجو متاع تونس وجو القضاء كملنا على القضاء بشاعد الموضوع أخر ونفصل نحب نحكي نكمل ونحكيه على القضاء قبيلة الرئيس حكي على المنح قال زو زملين و364 دينار وقال أنه ياخذوا 400 تيتر من الإسانس على أعضاء المرس الأعلى للقضاء عميد المحامين اليوم في شمس يقول لك هذا يدخل في إطار الحاكمة الرشيدة ويقول لك لازم اليوم نتقشفه ونتقلصه في المصاريف هذية ويقول لك زيدة أنه المرسوم هذية ما يعطلش عمل المجلس الأعلى للقضاء لا هو بشكونوا واضحين راهوا ما قلناش للمرسوم هذية هو معطل المجلس الأعلى للقضاء واللي عمل مجلس الأعلى للقضاء لكن فما مجموعة من التساؤلات اللي كانوا طرحوها مجموعة من القضاء وموجودة الآراء هذه ما هي الخطوة القادمة فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ودي جاكونا نسمعه في المؤاخذات متاع رئيس الجمهورية هل هي مجرد خطوة في إطار الحاكمة الرشيدة والتقشف كما حكاية عميدة المحامين هم أنها بداية مجموعة من الإجراءات في حق المرس الأعلى للقضاء اللي ربما المسألة متاع الحل مطروح على الأقل من طرف رئيس الجمهورية دونك اليوم ما زلنا ما نعرفوش ويت نسيك باش نبقوا في القضاء باش نحكيوا على بلاغ المحكمة الإدارية الغط قرار إيقاف البشير العكرمي عن العمل بلاغ للمحكمة تقول أن القرار هذا تم استناد على عدم شرعية سند تعهد المجلس العدلي بالملف التأديبي للقاضي بشير العكرمي عدم شرعية تركيبة المجلس التأديب أن عدم السند الواقعي والقانوني للقرار المنتقد وقالت للمحكمة الإدارية أن المجلس لم يستند على تكييف القانوني اللازم للأفعال المنسوبة للقاضي فقط نفكره أن المجلس القضاء العدلي نهار 13 جولي 2021 قرر إيقاف القاضي ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبدتائية بشير العكرمي عن العمل وقت البلاغ جاء مقتضب للمجلس أنه قرر إيقاف العكرمي عن العمل في انتظار البد فيما نسب إليه وحالة الملف فورا على النيابة العمومية بعد جمعتين من قرار الإيقاف يتحط بشير العكرمي تحت الإيقامة الجبرية لمدة 40 يوم قابلة للتشجيد نفكره فقط أنه بشير العكرمي تم اتهامه من هيئة الدفاع لشاهدين شكري بالعيد والبرامي اللي هو أخفى عديد الملفات وقام بأخلال المصارف التحقيق في اغتيال الشاهدين وزيدة اللي هو محسوب على حركة النعفة هو الفيرديك تريم اللي بديت بيه أنت قرار المحكمة الإدارية قد يزيد عكر الأمور فيما يتعلق بالقضاء ما أنه سيبون اليوم تسليط الضوء عن القضاء أوفيسيالما ولا الموضوع لسيجي عليك أن يتحدث اليوم في توليس عليك قتلك وكأنه دخلنا في براتفير بين الرئيس والسلك القضائي أي لا هو رو شوف البراتفير موجود اليوم الوضعية ككل اللي نحقيقها بناء على تصريحات رئيس الجمهوري اللي سمعناهم واللي كنت تقرأ أنت فيه تاوى في علاقة بقرار المحكمة الإدارية فيما يتعلق ببشير العكرمي ظهر لي اليوم لو ديباء بش يتطلب برشة سيرينيتي على خاطر ما نتصورش كان نحكيه على السلطة قضائية اليوم فيه إجراءات استثنائية وفيه ظروف استثنائية لكن نجمه ونقدمه بالمسارم على البلاد هذه من غير ناخذه بعين الاعتبار لدقة المسألة على خاطر نحكيه مرة أخرى نعرض من ذاكرة نحكيه على السلطة القضائية رئيسة الجمهورية الموقف ما هو واضح عليش لحقيقة الموقف ما هو واضح نرجع للرئيسة الجمهورية على خاطر تصريحات رئيس الجمهورية إلى حد الآن وقت اللي نقرأه تصريحات رئيس الجمهورية كيف نحكي على قضاء الدولة مجدولة القضاة مرة أخرى في اللي كنا في اليدازكس خيلي سمعت همانتي تواريم فم حديث مرة أخرى عن نفس المزار ما عناش قضاء حكومي يعني اليوم نحط روحي كمواطن تونسي نسمع في الخطاب هذائي نشوف قرار المحكمة الإدارية فيما تعلق باشي العكملي فريق الدفاع ولا لسان الدفاع عن شهيدين شكري بالأيد والبرهني اتهامات مباشرة للقاضي هذائي نشوف قرار المحكمة الإدارية لتو كي نشوف كل شيء ويقولك تسطر على تقريبا 6 ألف ملف في شبهات إرهاب الصورة في كلياتها اليوم تطرح العديد من الأسألة فيما يتعلق بسلطة القضائية نشوفه موقف رئيس الجمهورية الحقيقة العديد من الإشكاليات اللي لا تخدم لا المسار حتى الفايدروت اللي ترحى رئيس الجمهورية لا يمكن أن تتم على أكمل وجه إذا ما يكونش فامة فصل ما بين السلطة وإذا كان ما يكونش فامة استقلالية للسلطة القضائية دونك ظهر لي النقاش بش يتواصل حسب رأي ومازلنا إذا كانوا فاماش الحوار راهوا إلى حد الآن مازلنا مش مش نلقوا حلولها خطر مرة أخرى ما نعرش إلى أي مداء لكلام التعامل المحامين ربما يكون مبني على معلومات عنده نحنا معناش إنه مجرد إجراء في علاقة بالتقشف القرارات الرئيس الجمهورية فيما عاية تعالف بالمنح التقشف عليش كأن المجلس الأعلى للقضاء فما هيئات دستورية تقريبا نفس المنح ونفس الامتيازات السؤال من الأسل اللي تطرح ما شروع السؤال هذين ما نعرفوش الإجابة عليها هل إنه هو الخطير إنه ما تكونش وإنه يكون فما استهداف المجلس الأعلى للقضاء ونصورش إنه بش يكون فما موافقة للتمشي هذين كمش يكون فما استهداف للسلطة القضائية بش نرجو على المرسوم اللي أردت صدره للبيرح رئيس الجمهورية قيد سعيد اللي يضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزيخر كان ضيف وسيم بالعربي اليوم اللي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقول لك المرسومة ذاية يعد إساءة لأعضاء المجلس ووراه المرسومة ذاية تم اتخاذه بصفة قانونية ومنشور بالرأد الرسمي نعتبره أن الحقيقة إساءة لأنه أحنا منح والامتيازات على المجلس الأعلى للقضاء معناها ما هيش مخفية على العموم هي معناها وقع اتخاذها بمقتضى قرار من المجلس الأعلى للقضاء كما ينص القانون على ذلك وقع نشرها في الرأد الرسمي معناها أوامر غير منشورة تتعلق بالامتيازات تعرف عديد الأوامر تتعلق بالامتيازات تعموظ في الدولة غير منشورة احنا بالعكس احنا في إطار الشفافية ناس كل تعرف اللي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء هذه المنح متحم وهذه امتيازاتهم وما حد دناه شيء من جانب واحد هذا يرى تحدد في 2017 باتفاق مع الحكومة وبتحكيم اللجنة التشيع العام اللي هي في مجلس الواب الشعب آنذاك بوزيخر كيف كيف يقولك أنه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بشوية يصلوا للعهد المتحم اللي تنتهي في اكتوبر 2022 بالمنح أو دونها توقع تزاحت المنح هذه أو إلغاء المنح هذه أو منعرش نية بالضبع معناها المرسوم كيف مش يصدق فمعنتها نواصلوا لعملنا متاعنا كيف يبينا وتهو معنا حتى فكرة على كيفية اتخاذ القرار هذه أو المرسوم هذه تبعنا كيف الناس كل أولا في مجلس الوزراء كي رئيس الجمهورية تولى تلاوت معناها القرار الترتيبي بتاع المساعد القضاء ثم براح شوفنا مسألة وضع حد لهذه الامتيازات وهذه المنح وفي مقابلاتنا مع رئيس الجمهورية عمره ما كان إشكال هذا في سياغة قانون المجلس الأعلى للقضاء عمره ما كان إشكال مسألة تحديد المنح يوسف بوزاخر دونك رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقول لك أنه قرار وضع حد للمنح والامتيازات فيه إساءة للمجلس ويقول زاد أنه المجلس كان اشتغال مدة ستة شهر دون منحة في بداية العهدة متاعه وهكذا أنه زادة بشي واصل العهدة متاعه إلى حدود شهر نوفمبر القدم ديمة بنفس العزيمة هو لحقيقة حسب ريف هم مجموعة من الرسائل المهمة اللي كان ولو أنه كانت ترفف بوزاخر في علاقة بالقرار أنت الرئيس الجمهورية وقت اللي يحكي على أنه مجلس الأعلى للقضاء سيواصل العهدة متاعه إلى موافقة أكتوبر 2022 بالمنح والامتيازات ولا من غير هذي ظاهر الموقف رسالة ترفف بوزاخر بشي يوسف بوزاخر أنه لا بشي يكامل وأنه ربما رسالة كما حكيت لك ترفف بوزاخر لرئاسة الجمهورية هذا كان هذه الخطوة هذه مش تتعلق وإلى قبل حل المجلس رهما زلنا مصرين على إكمال العهدة هذه النقطة لولا النقطة ثانية واللي هي حسب رأي أهم في علاقة بالموقف متاع رئاسة الجمهورية اليوم كيف تسمع تحليل الرأي سيواصل بوزاخر فيما يتعلق بالامتيازات والمنح هذوما يقول لك لا يرغم الامتيازات هذوما جايون بطريقة غير قانونية دونك هذا تقريبا عكس الكلام اللي حكيها رئيس الجمهوري دونك اليوم ظهر لي واضح موقف وراهو مش كان موقف أعضاء المجلس العالي القضاء اليوم رهو خلينا نحط وزاد النقاش في الإطار متاع واليوم فما مجموعة من القضاءات اللي هما ضد حتى القرار هذي المرسوم اللي اتخذوا رئيس الجمهورية هما ضدوا فما قضاءات تعتبروا أنه رئيس الجمهوري بالمرسوم أنتي بالمرسوم حتى إذا كان في إطار التقاشف فما مجموعة من القضاءات اللي هما ضد التمشي هذي يقول كالسلطة التنفيذية اللي ما عندهاش الحق أنها تتخذ مجموعة من المرسيم يتتتعلق أساسا بالسلطة القضائية هذي إلى حد الآن نمزل محل أخذ ورد ولكن الظاهر اللي نفهمه شخصين من كلام سي يوسف بوزيخر انه فما مجموعة من الرسائل اللي كنت أحكى لهم هذوما أنه لا للمس من المجلس الأعلى للقضاء وأنه بشي واصلوا وهذا إلى موفى أكتوبر 2020 وأنه حتى المنح لموضوع النقاش اللي طال عليها النقاش هي جاتهم بطريقة قانونية قبيلة رئيس الجمهورية حسبين الرئيس الجمهورية قابل وزير الداخلية توفيق شرف الدين يقول لك رئيس الجمهورية أنا ما عنديش حتى نية لتركيع القضاء أو تدخل فيه هذي كلمك هوا لو أنتي تعرف اليوم الأمور لا تبنى بالكلام حاجة والفهم حاجة أخر يعني أنتي تحكي على وزادة فم إشكالية على مستوى يعني اليوم الرؤية فم رؤية رئيس الجمهورية عندها رؤية للقضاء يعني نحكيو على مرفق قضائي مش سلطة يعني اليوم ما اسمعناش رئيس الجمهورية يحكي على السلطة القضائية يعني نحكيو على مرفق قضائي نحكيو على القضاء كوظيفة نحكيو على القضاء كموظفين فم رؤية من طرف رئيس الجمهورية منعرش الأفعال إلى حد الآن مبدئياً والمرسومة نحكيه عليها ذي نجم يكون واحد من البريميس على أنه فما الذهاب جيسكوبو في تطبيق الرؤية اللي عند رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالسلطة القضائية مش نحكيه على الاقتصاد والدين في الاقتصاد كيفاش؟ بلاغ اللي ديواننا لإفتاء دعا فيه مفتي الجمهورية عثمان بطيخ رجال الأعمال وأهل الخير إلى مساعدة على إنقاذ البلاد وخراج تونس من أزمتها وأبرز المفتي أنه مساعدة البلاد للخروج من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة اللي تمر بها البلاد وهو واجب أخلاقي وديني وأنه لازم تونس الناس الكلين انخرطوا في إنقاذ الوطن ولي هو واجب أوكد الواجبات لك الكلمة هذا هذي تقنية من التقنيات تعبئة الموارد على المستوى الداخلي يعني هاي قد يكون حلو إنه رو كيف نحكيه على الفتوى هذي رو سينيفيكاتيف يعني بعيدا عن الجانب ربما التفادليك في الحكاية ما هذي رو هذي نحكيه على يعني ديوان الإفتاء تعرف اللي جيهة يعني رسمية في البلاد هذي يعني يبدو أنه المأزق حقيقي على مستوى تعبئة الموارد ورئاسة الجمهورية ما نصورهاش ما في بلهاش باللابال هذي اللي عملوا مفتي الجمهورية الاحتماد على الجانب التيني والمشاعر اليوم فما والله يشوف أسمع إذا كان اليوم عندك إشكال وانتي تعرف فما إشكالي اليوم إذا كان أنت باش تحكي على ارتفاع الانفلاسيون باش تحكي على إنه ما عندك شبعاش وتخلص شهاري تستنبط مجموعة من الحلول تعبئة الموارد على المستوى الداخلي نحكينا أكثر مرة على المقترحات اللي كانت موجودة تاكساسيون للشركات اللي استفادت من الكوفيد الإدخال وإلا محاولة إيجاد حلول الاقتصاد الموازي يعني المجموعة من الحلول الاقترحة يكون فما أنا بالو لعب على الجانب الديني باش المواطنين يتبرعوا للدولة التونسية باش وهذا يجانب أخلاقي صحيح ما زاد راهو المواطنين اللي نذكر في القانون المالية اللي فات يعني تقريبا فما تغيبا لمزوغ يعني الإجراءات الاجتماعية في قانون المالية وهذا كدجا مساهمة من طرفها المواطن ينجم يكون هذا زد الحجرة القانون المالية اليوم اللي تاكس الغتونيون السوفس اللي موجود يعني اليوم كيف نشوفوا فتوى من نوع هذا فتوى من ديوان الإفتاء أنه المواطن يلزم يعاون البلاد هذه على خاطر واجب أخلاقي وديني مثلا نجم أنتصورت كان فما شكولي ينجم ما يوافق شما لحقيقة كيف نسمع مثلا كيف يسمع مقترح مقترحات هذو مما ينجم كان يحل يقول فما عاجز ربما من طرف الحكومة ومترفس الدولة على تعبيئة الموارد على المستوى الداخلي شكرا لك شكرا لك شكرا لك مرة أخرى بنتو جديد في مباراة الكود إفارة والمونتخب الجزائري شكرا لك شكرا لك شكرا لك محرز بن دبكة إذال للفرق للمنتخب الجزائري في الدقيقة 72 وهكا تصبح الانتيجة تقدم منتخب بل فيها للحساب منتخب الجزائري ثلاثة مقابل واحد بعد مرور 75 دقيقة لعبة شكرا لك اشتركوا في القناة